بما بدأ به مستر بيتسو موسيماني في حواره الى ازاعة جنوب افريقيا عمل حوار ناري في ازاعة جنوب افريقيا فجر فيه واحدة من القنابل المدوية عن صفقة جديدة للنادي الاهلي من جنوب افريقيا ده لا قاله بقى اونك لابو المعاطي زاكي اصطورة اليوتيوب ولا قاله امير توفيق مدير التسويق والتعاقدات ولا قاله حد اللي بيقوله بالسانه ومستر بيتسو موسيماني بيتسو موسيماني قلتلك من مصر عينه بس على خلاص خلص كريم فؤاد اخره في مصر للاعيب واحد ومن بره ايجيبه اتنين او تلاتة ماشي الحال فميكاسوني اللي هو مهاجم سيمبا قلتلك ان يعينه عليه لكن النهاردة هو طلع ضرب قنبلة من العيارة الثقيل في جنوب افريقيا لما قال سنضم لعبا من جنوب افريقيا سنضم لعبا من جنوب افريقيا اللاعب ما قالش اسمه لكن قال مش جاستن سيرينيو كل الدنيا كان بتقول جاستن سيرينيو في مرحلة من المراحل كابتن سلعب حفيز كان بيقول جاستن سيرينيو طلعت معاكم هنا وقولتلكم مش هو جاستن سيرينيو قلتلكم مفيش جاستن سيرينيو وتقفل الباب تماما 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 مع سان داونز بعد المبلغة في طلبات سان داونز المالية و يعني خمسة مليون دولار بقى وكلام بالشكل ده فقالوا له لا خلاص يعني مش عايزين حد وخليك كده وخلاص يعني خلاص نراح دماغ فميستر بيتسو موسيماني قال مش جاستن سيرينيو طب يا عم سيرينيو هو لورش نجم لوراندو بيراتس قال لا مش لورش فيما من يوكوس لورش وده برضو ايضا لاعب ونجم أورلاندو بيراتس يعني لا هو جاستن سيرينيو ولا هو لورش هيبقى مين مستر بيتسو موسيماني ما قالش الاسم هو مين لكن هل يقصد لويس ميكاسوني اللي هو نجم سينبا التنزاني اللي كان في سان داونز وخرج ولا في غيره لاني لا عارف ان في واحد أرجواني قال هجيب العين من جنوب أفريقيا وقال ان هو عنده اتنين من أرجوي عليهم العون العين وفي واحد تاني اسمه تاو هل هو تاو؟ الله أعلم لكن مستر بيتسو موسيماني أعلن ان في صفقة من جنوب أفريقيا هل انتهت؟ أشك انها انتهت أشك انها انتهت يعني لم تتم الصفقة بشكل انهائي لكن معنى كده انها خلاص هيخدش في مفوضات كبيرة في الحصول على هذا اللاعب وهذه الصفقة المهم قولكم قبل كده لويس ميكاسوني اللي هو جناح سينبا التنزال لرقم 11 اللي انتو فاكرينه الجساج الجون جميل في الناج الاهلي وهو واحد من اللاعبين المميزين وقبل كده كان في سانداونز عليه كلام كتير جدا وهو كان في سانداونز قبل كده هو قال هجيب من جنوب أفريقيا لكن ما قالش جنوب أفريقيا وارد يبقى اي جنسية وانا شايف ان هو ابقى أرجواني لان حد جنبه قال لي هو مركز على تنين من أرجوي وجايبهم وصغار السن وأجنحة ايضا يعني فهنا لازم نقول ان مستر بيتسو موسيماني هو اللي قال مش انك لابل معلت زك واسطورة اليوتيوب هو اللي عامل الانفراد ده هو الراجل من نفسه طلع في ازها الجنوب أفريقيا واعلن ان هناك لعبة من جنوب أفريقيا طبعا اتكلم على لعبة النادي الاهلي وشكر جامد جدا في المستوى اللي وصل لي محمد شريف وتكلم عنه عن اداء الموسم الماضي كجناح في امبي وتسجيل الاهداف وتكلم عن افشة وتطور طريقة لعبه اللي استفاد منه النادي الاهلي هذا الموسم قال ان هو لعب بالنسباله مفاجأة كبيرة للغاية وتكلم عن فرقة النادي الاهلي وقال ان الكرة في مصر تختلف عن الكرة في جنوب أفريقيا هنا الفنيات اعلى بكتير فهنا لو هو اصده بقى على التو يا جماعة هو حر يعني لكن انا بقولك اللي عندي انا بقولك اللي عندي مقدرش انا اقولك يعني هو مية في المية انا بقولك راجل ما اعلنش الاسم ما اعلنش الاسم ماشي فلو كده هقولك هو مين بس اعرف بس هو مين واقولك او ادور اخد فرصة ادور لان الحوار بتاعه لسه نازل اللي عامله مع احدى الازعات في جنوب افريقيا لسه نازل على المواقع لكن موسيماني حريص على دعم فريق النادى الاهلي في المسلم المقبل ومهتم جدا بالاجنحة وقال قبل كده انه يحتاج الى ثلاث لعبين في مراكز مهمة ومختلفة مع كابتر في حواره مع احمد وانا شايف اللي من دول هو مركز جدا جدا في حواراته الاعلامية وهذا امر طبيعي امر طبيعي بعد الفوز دول الابطال الافريقي للعام الثاني على التوالي وتحدث عن لا 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 الناس عمال اتكلمني في سد النهضة الناس عمال اتكلمني في سد النهضة انا ما اليوم سد النهضة يا عم يا عم مش الراجل مش السيد الرئيس قال نبطل هاري شوية احنا هنفهم اكتر من الناس المتخصصة انا عندي ثقة كبيرة فيه في اجهزة الدولة المصرية واسق مليون في المية مليون في المية ان ما مش يبقى لا فيه لا سد النهضة ولا غير قال لك الملء التاني محتاج تلاتاشر سنة تلاتاشر سنة ومصر كان كله طلبها ان الملء التاني يبقى على مدار سبع سنين مش على مدار خمس سنين دلوقتي قال لك محتاج تلاتاشر سنة افري النت اللي جوية عمال طب افري النت ازاي شوية فخلينا كده عندنا ثقة في دولة المؤسسات وكلهم بيتحركوا وانا ما افهمش حاجة في السد ولا افهم حاجة في المية ولا امطار المكعابة ولا الحاجات دي لكن افهم ان كل الملفات اللي دخلها دخلتها الدولة المصرية بفضل الله ربنا وفقها فيها وانتصرت فيها وانتصرت فيها واخرها موضوع تركيا حد كان يقولي ان تركيا تقلب كده حد كان يقولي ان يبقى فيه مصالحة مع قطر والرئيس ستلقى دعوة من امير قطر بالزيارة وامير قطر يتلقى دعوة من الرئيس المصر بالزيارة خلينا يعني ما ندخلش في اللي احنا ما نفهمش فيه او لكن ان انا واثق منه ان ربك سبحانه وتعالى مع بلدنا ومع الشعب المصري وربنا نصر مصر وحافظه نصر مصر وحافظه فما تقلعش من موضوع السد تب تسألني في سدنا هدهش عرفنا انا في سدنا نظام ديبين انا راجل بدعكور انا راجل بدعكور اخليني في موسيماني في الاعلي في الزمالك لكن تفاصيل اللي حصل في ملء السد يا جماعة الرئيس قال لنا بطله هاري نبطل هاري في البوزقية ديت ونركز باللي احنا بنتكلم فيه قال لنا واثق بإذن بص مصر دي محدش جاء عليها ابدا مصر دي ميكيماوس شوف الولا شوف الولاة بقول خلينا في ميكوماوس الجوكر بقول لي خلينا في ميكوماوس اه عبدالله احمد عبدالله المؤرخ السينماء الشهير رحمة الله عليكم ان نسمينه ميكوماوس ده ما تلاقوش حضره اللي لو كان عجوز بقى المهم فمش هنقول نتكلم في سد النهض يا جماعة انا مفهمش حاجة في سد النهض لكن اللي انا واثق من ربنا ناصرنا وموفقنا وكله زي الفل بفضل يا جماعة اما شوفوا المحطات اللي كانت موجهة من تركيا هم اللي قفلوا هم اللي عملوا هم اللي سووا وخلاص ما حصلش حتى القاع حتى على مستوى وزراء الخارجية فاحنا ما نتكلمش في اللي ملناش فيه يعني ايه اللي ملناش فيه ما نتكلمش فيه يعني انا ما بفهمش فيه حاجة ما حمش اتكلم فيه فما جيش تقول لي سد النهض سد النهض انا مالي عم سد النهض ماشي المهم فيه برضو فيه برس تاو او حد بعيتلي من اصدقاءنا كان في برايتون الانجليزي مواليد تلاتاشر خمسة اربعة وتسعين سبع وعشرين سنة بيلبس تتين وعشرين ده من الناس المهاجم وبيلعب جناح ومعروضة على النادي الاهل الله اعلم الله اعلم قالك كان نجم سيمبا اه الله اعلم اللاعب برس تاو ايوه من قلوب افريقيا اندرلغت البلجيكي مية خمسة وسبعين سنت اربعة وسبعين كيلو سبع وعشرين سنة مواليد تلاتاشر خمسة اربعة وتسعين هو جنوب افريقيا وارد بيلبس في المنتخب تسعتاشر وفي النادي بيلبس حداشر بيقوله بيقوله ان ده من الاسامي المرشحة بقوة ده بخلاف لو اسم كاسون اسمه اهوة ايوه سيد بيرسي تاو لعب برايتون الانجليزي حيث تم التواصل مع اللاعب والحصول على موافقته اه ده من جنوب افريقي وقبل كده اتمرم مع موسيماني في سان داونز قبل ان يرحل الى صفوف برايتون الانجليزي وتتم اعارته اكثر من مرة للدور البلجيكي ما ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة بس هيب عاوز كام ده الله اعلم لكن الراجل قال لنا مفيش اه مفيش جاستون سيريني زي ما انا قلتلكم ولا فيه لارش اللي هو لاعب اورلاندو بيراتس لكن بيجي بقى بعض الاصدقاء شفت في بعض التاليات يقول له صباحة انت جبتنا يعني لعيبة كتير قول لنا على واحد انا بقول لكش يا حبيب لاحظة 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 عيب يا ابن عيب 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 لما تستم بيجي يقول لي انت بتقول لنا كل يوم على العيب يا ابن انا بقول لكش هما كانوا متفيه مع صفيا الرحيم ومفوضات جي الناس انك رفضت دخلوا في الوسميك السوني بقولك الوسميك السوني الكريم ومفوضات قلت لك قبل كل الناس وخلص بيرسي تاو اهوة من الاسلام المطروحة بقوة جاستون سرينيو دولورش مسيماني قال لك مش جايين فانا بقول لك الصفقة وفق المعلومات اللي عندي وفق المعلومات اللي عندي لايك وشير وصلي عزين ودعي نفسك والولدين والغير وهو هتتكلم في صد النهضة ولا لان انا مش عارف اجاوبك في عاجة روح اسأل خبيل المائي او المحل استراتيجي لكن خلينا لك ده يعني ما اه بنسند والدعم الدورة المصرية ومؤسستها وانسك بازن الله في ان ربنا مصر حافظها ربنا حافظ مصر فاش حاجة مصر دي تعتش ده مية وعشرة مليون ما ينفعش طيب لايك وشير وصلي عزين ودعي نفسك والولدين والغير